فطوة جريئة لأغنى عربي في العالم سليمان عبد العزيز الراجحي سليمان بن عبد العزيز الراجحي أحد أشهر رجال الأعمال في المملكة العربية السعودية ناشأ فقيرا وبدأ في تجميع ثروته من الصفر عبر أعمال مختلفة ابتداء من العمل كحمال وطباخ وقهوجي وصبي صراف إلى إدارة أعمال الصرافة والتجارة في العقار على مستويات عالمية الشيخ سليمان الراجحي شريك ومؤسس مصرف الراجحي أول بنك إسلامي في المملكة العربية السعودية وأحد أكبر البنوك الإسلامية في العالم كما يملك العديد من الشركات المساهمة في التنمية الزراعية والغذائية والصناعية في المملكة وخارجها مثل دواجن الوطنية والوطنية للصناعة والوطنية للنقل ورفعا الشيخ سليمان ميله الدائم للعمل الخيري وتوجهت العطاء بأن أوقف ثلثي ثروته حال حياته في سبيل الله ووزع الثلث الباقي على أفراد عائلته وتم إنشاء شركة قابضة شركة أوقاف سليمان الراجحي القابضة لتكون الضراع الاستثماري لإدارة الوقت بينما تقوم مؤسس سليمان بالعبد العزي الراجحي الخيرية بإدارة القسم الخيري وتوزيع الربح القادم من القطاع الاستثماري في المشاريع الخيرية وأعمال الخير المتنوعة ذلك بالإضافة إلى كليات سليمان الراجحي في البكيرية ماسقة رأس الشيخ سليمان موسيقى موسيقى